السلام عليكم شباب شلونكم ان شاء الله زينين اليوم عدنا الشرح عن البرمجة سيرفر للتوزيع مايكروتيك ندخل على سيرفر اول خطوة عدنا نوصل الانترنت للسيرفر عدنا طريقتين نوصل بانترنت ندخل طريقة العادية البرودباند نوصل عن طريق اليوزر نجي مننا انترفيس نضيف يوزر مننا اسم اليوزر مثلا اللي فاتحة بالصبحة ما تلك واحدين ثلاثة مثلا والباسورد نفس الشي نكتب اليوزر باسورد ننسوي يوز PRDNS وهذه الصحة الفين نشينا ضي اوكي اذا اذا تنترابط الكابل على الهاب ماتك هنا راح يطلع لك حرف R يعني ربط عندك عندك طريقة ثانية اللي تربط بيه من الشسمه من الراوتر المكان الفورت الاصفر تجي على IP DHCP Client ننضيف جديد مثلا رابط على اذر واحد سوي واحد ضي اوكي وهي الطريق راح يضع عندك راح يقضى IP وهنا راح يطلع لك بونت يعني سحب راح يوصل لنترنت الجهاز ثاني طريقة نجي نربط ثاني طريقة نجي نربط السيرفر نجعل PPOE نضي السيرفر جديد السيرفر منين تخرجه نخرجه مثلا على اذر تو تمام من النطي صح هذا على مودل يوزر يفتحه بجهاز واحد يعني جهاز واحد من ايكندك اذا تحاول بي بجهاز الثاني ما راح يكندك لما اذا شلنا راح يكندك بعدده الجزء واذا تريد تحدده مننا كم جهاز يصير مثلا عشرة عشرة جزء راح يكندك وهذا الجزء مثلا ما نستخدمه وثاني شي نشيل هذن الصح الثمين نضي اوكي حسا ايذر تو بيطلع في الانترنت بيطلع PPOE يعني اذا نفتح نكتب يوزر ونطلع راح يربط ومثلا نريد نربط على الجسمة على الادرة لاذا نتخرج به راح نكتب نفس الطريقة نحدد الثلاثة ونضي صح هنا وننشيله الصحين واي طريقة نفس الشي والثالث كذلك نفس الشي اوكي بيطلع نشيله هذه الصحي احنا دا يخرجون برود بونت بسا عدنا ثالث طريقة ثالث خطوة نفتح Default نجعل Default نعمل نحدد سرعة قبل هاي راح نجي عال اي في نسوي بول نسوي بول حتى اي في يخرج اليوزرية نضيف اي في سمي بي 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 اي اسم حتى لا يضع عندك نضيع في مثلا اي اي في تخلي واحد تسعة اثنين واحد ستة ثمانية واحد اثنين مثلا خلي شارحة وسطي واحد تسعة اثنين واحد ستة ثمانية واحد ثانين وخمسة واربعين ثانين وخمسة واربعين يوزر يكني كب هذا الاي في طي اوكي هذا ربط نال فول نجي نسخل فول طي اوكي نطلع نجي على اي في فايرول افتح النات نضيف نات جديد نضيف نات جديد هذا اي سال نت يبقى واول اي في نضيف اللي نسخته الفولة الفول راح اضيفه هنا هذا نسوي على مود يخرج انترنت لهذا الاي في ان اي يوزر يكنيك مربوط على هذا الاي في راح يوصل لانترنت تمام نجعل اكشن تمام نجعل اكشن سونا طي اوكي هذا الوزر يصر راح يخرج انترنت اذا يكنيك يوزر ب هذا الاي في راح يخرج لانترنت اي خلاص انا سنجعل البروفيل الديفولت الوقت الادرس راح نخلي نفس الاي في اللي حطيناه ما للفول بس راح نسوي نهايته واحد واحد تسعة ثمين واحد تسعة ثمانية واحد واحد والريموت راح نخلي الفول اللي سوينا تمام انت علمت منا اليوزر هم نحدده تم يوزر يقول لك يريدك انك سوي واحد بس وعدنا منا نحدده سرعة سرعة نحدده اليوزر مثلا الار اكس عندك الشي اسمه الابلود والتي اكس عندك الداونود مثلا ابلود سوي له لين ميجا اللي نخط والداونود اخلي اربعة ميجا طي اوكي عايز اي فياته صارت وسرعة حددناها واذا انت تريد تسوي سرعة اخرى نفس الطريقة تجي نسمي تسمي البروفايل مثلا اللايت اي سمينا اللايت والاي في نفسه اللوك حط نفس هذا الواحد انها يتنسوي والريمونت نفسه راح يصير البول نجعل المت نفسه نطيس يوزر واحد والسرعة نحدد له مثلا ابلود واحد ميجا وداونود ثلاثة ميجا طي اوكي ها يربطنا الفايل جديد وان خلصنا منه هسا بقنا خطوة اخيرة نضيف يوزر جمنا على secret نضيف اليوزر مثلا يوزر اسميه واحد 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 ولي تسميه مننا شاسنا السيرفر نضيفه على بي 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 او اي طي اوكي هذا اليوزر فتحنا هسا انت نجرب اليوزر نبنا على البرودباند نسميه واحد اثنين ثلاثة نلعفو واحد 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 نضيف اليوزر واحد 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 طي اوكي وهاي كنك اليوزر نجعل انترفيس منا اكتب بي ار روني يعني روني كده يشتغل اليوزر هاذ اليوزر هسانا داخل بي والاي في هاذا من طينا الوكال اي في والريموت سحب واخر اي في سحبه بس هما بطل الفصلة راح يصل من السيرفر اتمنى نتشوفه سيفصل هاي تسكنك هاي فصلة لليوزر وشرح لحد هنا وخلاص السيرفر التوزيع ما اكو اي مشكلة بعد ان شاء الله شرح القادم وراح اشرح لكم الرولات الفيس الير 7 هي نعزل السرع على الفيس واليوتيوب والمواقع الاخرى ونضيف السرع عن الكيو اس وطرق مختلفة و افضل ان شاء الله انتظرنا قريبا مع السلام و حباك شكرا اشتركوا في القناة شكرا